السلام عليكم طلاب اليوم عندنا الدرس الثامن الدرس الثامن هو تكملة للدرس السابع سيادة مشاركة سيادة مواكبة يعني اسمع بعض الطلاب يقولوا يستوعد مندل صعبة لا مو صعبة لان حددت لكم الرموز اللي تستخدموها اياك تغير الرموز اللي احنا اتفقنا عليها كل شي بعد مندل ثابت كل شي المندل بيه مجال تغير الرموزه من انتك رمز خلاص انتهى تاخذ الرمز لطاكيات حفظه ترى كل شغلك هي بس حفظ الرمز بس تعالوا يا خلنا اخذ سؤال هنهج بين مندل ولا مندل قبل ما امشي بالسيادة المواكبة واكمل في الملاحظة دا اقول لكم اياها احيانا يجينا سؤال يجربوني طلاب ست انتي ما علمتيني افكار لا اعلمكم بس اني يسا حالين دا امشوا اياكم مندل اي سؤال ينطني اياه صفة معينة قالك كان ابوه اعسر اذا هو هجين بعد ما يحتاج تفكر اي صفة سائدة انطاك كان ابوه او امه متنحي اعسر او ابيض الازهار او اي صفة سائدة ينطيك المتنحي مالتك كان ابوه امه امه اذا هو هجين هاي معلومة انطيك اياها حتى لان جدت ببالي منطيتها اليك نجي على سؤال اخر يدعم السيادة المشاركة او المواكبة ضربت ماشية من سلالة عديمة القرون او يسميها قصيرة القرون اثنين صحيحة عديمة القرون بيضاء الشعر هالمرة قدمنا البيضاء حتى مو يعني احنا بديني بداية السؤال شعر احمر لازم الار يتقدم واذا بديني بشعر ابيض لازم نفرض الابيض اللي قدم لا تسلسل الحروف الابجدية حرف الار قبل الو عديمة القرون بيضاء الشعر بيذكر من نفس السلالة ايضا هو عديم القرون شعره احمر انجبت هذه البقرة جميع العجول سيقولوا شنو عجول يعني البقرة جهالها يسحوهم عجول صغار بعدهم عجول جميع العجول طبعا اضحككم ذا كتب سؤال للطلاق بدلت ببقرة وكملت بخنازير بدون مواحز بدير بالكم الخافة سويها وياكم انجبت جميع العجول عديمية القرون قبارية بعضهم لديهم قرن طويل سيد السؤال يخوف لا ما يخوف ارجع وقولك لا تتكبر عن التعليمات اللي انطيتها اليك في حل مسألة خطوات حل مسألة صفحة 52 بالملزمة وهي اقرأ السؤال زيان واستخرج الآباء ثم حدد اكو صفات سائدة متنحية هاي المندل هاي مو مندل ستعلي يصير يجي السؤال بمندل ولا مندل طبعا يصير وهذا نموذج من الأسئلة خلنا اخذ الآباء يستخرجهم عديم القرون القرن بالانجليزي هورن يعني اتش كابتل انعدام القرن هو السائد اما المتنحي فهو الذي لديه قرن طويل او لديها قرن طويل السائد عديم القرن او قصير القرن اكو نوعي من الفرضيات انا اخذ الفرضيات الرسمية اللي هي اول حرف من الكلمة هورن اما بعض الاسات اذا يستخدمون اي كابتل بعدها ما عندي مشكلة عني لانهاي مندل يفضل انه تأخذ رمز الحقيقي واذا تعذر عليك استخدم الاي عديم القرن بيضاء الشعر شوفوا شوزا سوي باعو باعو دايما الراحة هادي البقرة هاي الماشية عديمة القرن شعر ابيض بذكر هاي هاي علامة بيض ذكر هذا الذكر من نفس السلالة عديم القرن هذا عديم القرن شعره احمر اوكي شعره احمر انتجت باعو داي انتجت انتجت جميع العجول عديمة القرون غبارية بعضهم عند قرن طويل خلا بدي هو بيش بده بيض صفة بده بالصفة المندلية خلا اخذ اول صفة اتعامل وياك كأنه قاني بمندل خلا اخذ لون اخر حتى شوي ينسهل عليكم الحب السؤال عديم القرن مع عديم القرن وجاني بعضه عند قرن طويل صفة سائدة بصفة سائدة وظهر المتنحي يا قانون طبق قوانين بالملزمة صفحة 55 صفحة 56 قلتكم حفظوها ما تعرفوها راسلوني اكتبلكم اياها وهذا المعرف ما تقدرون تراسلوني على المعرف امطيكم القوانين اصور لكم التعليمات سائد مع السائد وظهر المتنحي اذا كلاهما هجاء هجين هجين احمر مع الابيض وظهر جميعهم غباري اروح على استنتاج او المناقش بكيفكم بما انه ظهر عجل ذاقر طويل دلالة على انه كلاه الابوان هجائن يعني اتش كابتل اتش سمول وظهر عجل جميع العجول عفوا غبارية من قللي غبارية اشعلمتكم ستسيادة مشاركة او مواكبة خلص للاستنتاج خلي نشيل المسودة ما لاتتخلص من عده نتخلص من اثار الجريمة سويناها على صفحة طبعا انتم داما تستخدمون قلم فاتح حتى لتدو الورقة ويبين نشاطكم الجانبي فرضياتي الفرضيات نرمز باعو هنا نشاطر اللي حميز بالامتحان فاهم المادة لا لا كل شي خص مندل نرمز لعامل كل شي خص مندل نرمز لعامل صفة انعدام القرن اش كابتل وارمز لعامل صفة وجود القرن طويلة اش سمع وارمز للقليل الشعر الاحمر ما دام قلت قليل يعني حنروح الشعر كالر ار وارمز للاليل الشعر الابيض ايضا كالر الابيض هسا درتب الصفات هاي حصلت بها درجتين هاي درجتين اذا الطراز الوراثي للبقرة الاولى ماعدها قرن اش كابتل اش سمع شعرها ابيض سي دباليو سي دباليو الصفات بيها اثنين عليلات اثنين عوامل اثنين والطراز الوراثي هاي اخليها حتى حصل درجات والطراز الوراثي المين للذكر شاكتب ليه هم اش كابتل اش سمع وشعر احمر سي ار سي ار شون احل هذي المسألة شون احل هذي المسألة بي وان هاي الانثة هاذا الذكر وهاي الانثة ستيصير اخليها مننا بكأبكم ما عندي مشكلة هاخذ الذكر اش كابتل اش سمول سي ار سي ار والانثة اش كابتل اش سمول سي دابليو سي دابليو انقسام اختزالي اخصاب جي وان مندل الثاني الطاني من اندي صفتين شون اتعامل وياها يعني مستقلة هاي جعن هذي ستموها بيها مندل لا مندل تنطبخ على كل المسائل اتعامل وياها هالشكل الاول في الاول بعد ما عندي بس واحدة الحرفة متماثلة الثاني في الاول الاول في الاول متماثلة بس واحد يطلع عندي الثاني في الاول هيكون عندي اش كابتل سي ار اش كابتل اش كابتل اش كابتل وياها مندل اش كابتل وياها مندل بس واحدة وياها مندل الو F1 هسه كل من يروح ياخد الصحبة الاول في الاول الاول في الثاني الثاني في الاول ثاني في الثاني توزيع اله رح ياخذ اله والسي ار هذا اول غبار يطلع عليه زاعدة اله كابتر ياخذ السمول والسي ار ياخذ الدباليو زاعد الثاني في الاول يتقدم الكابتر كرتيب الحروف اله كابتر على السمول سي ار سي دباليو هذا داقرن طويل سي ار سي دباليو شوفوا المظهر كلهم غبارية غباري 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 ثلاثة من عندهم عديم القرن غباري واحد من عندهم طويل القرن غباري طراز وراثي طراز مظهرية هذا السؤال انتهى بالنسبة للسيادة المشاركة والمواكبة تحبون تاخذون اسئلة بعض اكثر عندي قناة يدرون تتابعوها وتاخذون من عندها الاسئلة لحبدي انزل اسئلة لايام الجاية واطلب منعدكم تحلوها يدرون تراسلوني على الخاص استقبل منعدكم الاجابات نحن ننتقل على اخر مثال اخر موضوع بالوراثة ما بعد مندل وهي الاليلات المميتة الاليلات المميتة هذا حمسها السؤال نروح على موضوع جديد اسمه الاليلات المميتة الاليلات المميتة نعطيني فقر الدم المنجلي ونعطيني مورثة طبعا مورثة متنحية ونعطيني مورثة سائدة بالنسبة للفقران اللي هي الواي كابتل ونعطيني للكلاب المكسيكية بالنسبة للشعر اتش كابتل ونعطيني للدجاج الزاحف المورثة المميتة سي كابتل عايد يمتلك الفرد اذا امتلك اليلين متماثلين قد يكون هادان الاليلان سائدان او متنحيان يسبب الموت له مثلا بالانسان عدنا هذا الاليل المميت لفقر الدم المنجلي يؤثر على خضاب الدم الهيموغلوبي اذا التقت هذه المورثة لتشبه الاس سمول اذا التقت مورثين مع بعضها تسبب الموت للاطفال عند وصولهم الى عمر المراهقة هاي بالنسبة لفقر الدم اذا التقت مورثين اما بالنسبة اما بالنسبة للدجاج الزاحف المورثة المميتة بالنسبة للكلاب المكسيكية المورثة لسبب موت موت الاجنة او عدم عدم ولادته 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 ميته هي الاش كابتل بالنسبة وبالنسبة للفقران الصفر المورثة المسؤولة عن موت هي الواي كابتل ستتعلمنا المورثة المميتة بالنسبة لفقر الدم المنجلي والمورثة المميتة بالنسبة للدجاج الزاحف سي كابتل والمورثة المميتة للكلاب المكسيكية عدمة الشعر اتش كابتل والفقران الصفر واي كابتل زين اليوم بس حنتعرف على المعلومات الاساسية ماردا اخذ بياها مادة هواية يعني اذا التقت مورثتين اتش كابتل اتش سمول اتش سمول الهيموغلوبين اتش سمول اهنانة الشخص اليارث هذه المورثتين واحدة من الاب واحدة من الام يسبب له الموت لكن بعمر المراهقة ما لعلاقة ذكر له انثى اما الدجاج الزاحف اذا التقت المورثتين معا بالحالة النقية السائدة شو هذي بالحالة المتنحية سمولات اما هاي بالحالة النقية السائدة فانها تسبب موت بعض الدجاج بنسبة ربع من الانتاج بالنسبة بالنسبة الكلاب المكسيكية مورثتين سائدة تصبح الكلاب مكسيكية عدمة الشعر تسبب ايضا موت الاجنة وايضا هذي مورثة سائدة واذا التقت مورثتين للفئران الصفر وهي مورثتين سائدة ايضا تسبب لها الموت اذا هاي الحالة اللي تسبب الموت هاي الحالة تسبب الموت هاي الحالة تسبب الموت هاي الحالة تسبب الموت وهذه الحالة تسبب الموت يجي السؤال ما التراز الوراثي لفئران ميتة واي كابتل واي كابتل ما التراز الوراثي لكلاب مكسيكية ميتة اتش كابتل اتش كابتل ما التراز الوراثي لدجاج زاحف ميت اقول السي كابتر سي كابتر ما الطراز الوراثي لشخص مصاب بفقر الدم المنجلي مصاب محامل اذا هذه الاصابات لازم ممرتين تمتلك نفس الحرف نفس المعلومة نحن اخذ الدرس الجاي الماضي اطول عليكم حتى لو يكون هذا الدرسنا قصير اتمنى الدرس الجاي انتابعوني لنحناخذها تفصيليا مع السلامة